السلام عليكم شعب الشعب الجزائري العظيم نزول في الله ونلجنا ونبدأ الفانوس نتاعوا وداخل عليكم داخل عليكم انديركت انديركت قاعد يقول لكم وقاعدين يوصلون امور من عند خاوتنا في خراطة ومن عند خاوتنا اللي ماشيين خراطة يا الاخوة انها المليونية انها مليونية مليونية خراطة 16 فيفري سامحني يا امير نقصك شندي الفيديو تاعي رابيد مو رح يكون خفيف ضريف خاوتي غدا 16 فيفري رح تكون مليونية رح تكون مليونية في خراطة رح تكون عودة للحراك رح يكون اعادة الاعتبار الخونا وليد نقيش خونا وليد نقيش وصلواها لهذه خاوتيا كان هذا الفوستير نتاعك حاضر في المانفستيون تاع السبت اللي فاتت شوف خاوتك هادو شوف خاوتك الجزيريين في كندا في مونريال بعتولك دي ميساج هذا الفوستير رح يوصلك رح يوصلك للدار ان شاء الله رح يوصلك للدار وعن قريب يعني في اقرب وقت رح يوصلك باش نقولولك فقط انك انت الراجل هم الجبناء وهو بوستير صغير نفس الشي ناس كاتبه فيه وكذا لكن هذا رح يبقى لي شخصيا لانك من الرجال الفوحلو اللي نعلقوا تصاورهم واللي نعتو لأولادنا انه هادا النوعية من الرجال هي اللي رايحة تصنع التاريخ ورايحة تصنع البلاد اللي يحلموا بها أولادنا هادا النوعية من الرجال اللي رايحين نذكروهم هاشتاغ مليونية خراطة 16 فيفري اليوم الليلة يا خابتي الليلة لا نوم لا نوم كما 21 فيفري 2019 لا نوم لا نوم لننام في هذا الليلة لاني قلبي قاعد يفزع لما يصوليوني الخوابك ولمتاجهين من كل حد بنوا نصب قال لي احد الاخ زكريا قال لي غدا يوم الفتح كما يوم الفتح تامكة لكن في خراطة خراطة اللي ربما عنها بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من السكان المدينة الصغيرة لكنها المدينة الثورية اللي غدا ان شاء الله رايحة تكون مدينة عودة الحراك كما كانوا جدودهم في الـ 45 في 8 ماي وكما كانوا سباقين في 16 فيفريل 2019 تحية إجلال وتقدير الخوتنا في خراطة كما قلت لكم الميساج هدايا سيكون قصير جدا 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 كينا الناس لامتني مش لامتني عماد ما تطيحش المستوى تاعك مع بن قصديرا ومع القزانة اللي هنا هنا في مونريال المشكلة ما هو اشتطيح قيمة الثورة لازم لها المهابل وانا مهبول الثورة الثورات لازم لها المهابل وانا مهبول اطاحوا مع المهبول واحد كما القزانة تاع من قصدير يتكلم على الشريفة حاكمة صبايحية يتكلم على الشريفة حاكمة صبايحية وانا في من ريال لن يحدث وسطرة على فكرة شي اللي روجيهم شي اللي روجيهم هذا الزوج أشخاص هدو أقسم بالله ما كانوا يتوقعوه في أحلامهم المهم يوم 16 فيفري غدا ستكون مليونية خراطة إن شاء الله يوم 20 فيفري خاوتنا في مونريال وفي كندا قافلة الحرية رايحة تولي وهو لا فيش انتحها يوم 20 فيفري 2021 على الساعة 11 رايحة تنطلق قافلة الحرية اللي بديناها واللي راح يكون غايب عليها أخونا مروان اللي كان من الناس اللي بدأوها يعني كان معانا لما بديناها وكان من صناحها كان من الناس اللي بثقوها كان من الناس اللي شجعوها وحماوها وكان من الناس اللي صنعوها يعني صنعوها رايحة ترجع ورايحة ما تكون شي احتفالية نحن ماناش رحين نحتافلوا هي السنوية الثانية تعل الحراك انتعنا يوم 20 فيفري رحين نتلاقاه في مونريال في الباركينج انتع المرشي بونانزا بونانزا رحين نتلاقاه فيه التمى على العاشرة والنصف على العاشرة والنصف باش ان شاء الله نبدأوا من تمى نبدأوا من تمى القافلة انتعنا اللي رح تدور شوارع مونريال وتعرف الناس هنا في كندا انه ثورتنا لمدة عامين لم تتوقف ولن تتوقف والجزائريين لن يتوقفوا حتى الاستقلال زيد ما تحبسش هنا في مونريال يوم 21 فيفري رح تكون المسيرة مسيرة من البلاس كندا حتى للقنصلية ورح تبدأ دي مع الهداش وان شاء الله اتمنى ان يكون فيها اكبر عدد وتكون كيمة تعزوج نوفمبر 2020 ان شاء الله زوج نوفمبر 2020 لا 2019 2019 2020 لا زوج نوفمبر 2019 زوج نوفمبر 2019 اللي كانت تقريبا عشرة الاف شخص وزعزعت يعني شوارع مونريال يعني وكانت ودخلت في لزانال هذه المسيرة لذلك ادعوكم انكم تكونوا حاضرين بقوة ادعوكم انكم تجيبوا ولادكم ادعوكم في القافلة الحرية انكم تكون اكبر عدد من من السيارات رايحين يكونوا يعني ديب بونكارت ورايحة تكون مخصصة هذه المرة للمعتقلين الرأي انتعنا كما والد نقيش وكذا ورايحة تكون ضد مخابرات دياراس المخابرات الارهابية اللي اصبح يصدح هذا الشعار اليوم في قراطة يبعتوني الاخوة الدياراس الدياراس الارهابية حبيتوا تتعلقوا هذه التهمة بالشعب فعلقت بكم اصبحتم الارهاب الناس تعرفكم انكم ارهاب والعالم كله يعرفكم ارهاب اذا انخوتي سلاموا الاحرار على فخامة الشعب الجزائري الحيراك ولا وهذا المرة لا دخول لا دخول راح نخرج ولا دخول حتى تسقط العصابة سلام الاحرار على فخامة الشعب ازول ولا نزول